موسيقى هو في ملف رفقة شابني مرحومة في البداية وقت لنهار الحادثة نهار جريمة القتل النيابة العمومية فتحت بحث في جريمة القتل مع سابقية الإذمار على معنى الفصل 201 من المجلة الجزائية وفيما بعد على مستوى التحقيق وديك الاتهام النص الإحالة تم تغييره وتم اعتماد الفصل 205 من المجلة الجزائية اللي هو ينص على جريمة القتل عمدا وفم فرق شاسع ما بين الفصل 201 والفصل 205 لأنه في أوراق الملف نهار 7 مائل 2021 أي 48 ساعة قبل جريمة القتل كان ثابت وأنه تم الاعتداء على المرحومة رفقة شابني وتقدمت بشكاية للوكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالكاف وتم النظر في الموضوع قدام فرقة المختصة في جرائم العنف ضد المرأة والتفل إذن 24 ساعة معناتها تفصل ما بين جريمة الاعتداء بالعنف الشديد وجريمة القتل في 7 2021 وقت لي تقدمت بشكاية متاحة ما تقدمتش بشكاية في خصوص الاعتداء بالعنف فقط تقدمت بشكاية في خصوص الاعتداء بالعنف الشديد والتهديد بالقتل إذن هذه موضوع مهم جدا وأنه وقت لي توجهت للفرقة المختصة وتم سماحها على أساسه أنه هددها بالقتل وهذا موجود في المحاض معناتها كان ما تسقط ليش يعني تهم بعض والات في كانت في علاقة متاع عنف لفظي وهددها بأنه كان ما تقومش بالإسقاط أنه بش يذبحها دونك فما دجا بوادق متاع تفكير في عملية القتل القضية الجناحية تم الحكم فيها وتحكم بالإدانة ابتدائيا واستئنافيا إذن وهذا مؤيد موجود بملف القضية معناتها قدام الدائرة الجنائية إذن الرابط بين جريمة الاعتداء بالعنف قبل 48 ساعة وجريمة القتل اللي جدت نهار 9 ميل تفيد أنه كان فما عنف مستمر وكان فما عملية تحذير لجريمة القتل هو مع الأسف أنه قانون 58 الصادر في 2017 اللي تعرض هو قانون إيطاري شامل اللي تعرض إلى جميع أشكال العنف ضد النساء ما تعرضش إلى جريمة قتل النساء اللي نعبر عليه بالفرنسية الفيميني سيد اللي هو مصطلح نسبيا جديد ويعتمد تواب في المواثيق الدولية ويعتمد كذلك بالنسبة لمنظمة العالمية للصحة لواماس وأنه تم اعتماد هذا المصطلح بالنسبة للجمعيات النسائية نسوية اللي كانت حاضرة هي في المحاكمة هذية وأكثر من العاكة وأنه أنا شخصياً تم تكليفي كمحامية للدفاع على ورفة رفقة شيرني من طرف جمعية تونسية للنساء الديمقراطيات وهذه معناتها يعتبر من المعارك اللي تطرح اليوم بكل حدة لأنه كما تعرفوا السنوات الأخيرة شهدنا ظاهرة أصبحت معناتها متفششة في المجتمع عن تانا وبما على هذي في 2017 ما كانش النقاش في خصوص المصطلح متاع القتل النساء إذن المشرع وتعرفوا أنه القانون 58 معناتها كان الدافع الأساسي اللي كانوا متواجدين فيه هو الحركة النسائية اللي طالبت بهذا القانون الإطاري اللي يشمل كافة أشكال التمييز ضد النساء وأكثر من الحكة ما فهماش جانب الزجري ولا جانب فما هناك جانب مهم اللي هي الوقاية اللي هي الوقاية وهذا أمر مهم جدا على خاطر في كل جريمة قتل بتاع النساء خاصة الزوجات فما توتاً بروسسوس اللي يظهر فما ديزنديس اللي يظهر يظهروا وأنه راو العملية بيشتتواصل إلى حد جريمة القتل حسب الدراسات والأبحاث اللي تناولتها المنظمات الدولية وكذلك على مستوى تونس وأنه عنا الدراسات اللي تثبت وكونه اليوم راهم الأرقام أصبحت متفاقمة وهذا ما ينجم يكون كان خطر على المجتمع ككل يعني تحماية النساء وتخصيص مفهوم لجريمة قتل النساء مهمة اليوم لأنها عندها محتوى ولأنه اليوم المجتمع المتاعنا ما زال يكرس كالدنيا ما زال عنده ثقافة العنف متأصلة كالكبار نشوفوها وأنه لابد من الحد من هذه الممارسات هو بالطبيعة أنه جريمة القتل ما نجموش نوقفوها أ 100% كما هي موجودة في دول أخرى أما أنه نكون عندنا دراية بهذه الخطورة وتكون عندنا آليات للحماية يمكن هذا بشي قلص نوعا ما من جرائم قتل النساء خاصة الزوجات اللي هما معناتها البورسنتاج متاع الزوجات اللي قاعدين يموتوا على أيدي أزواجهن نحن نرجع أنه شهر فيفري كان فيه خمسة حالات قتل الزوجة وهذا معناتها أمر اختير برشا وأنه خاصة بالنسبة للزوجات اللي يقاوهن فيه معناتها فيه محل زوجية معناتها فيه إطار عائلي وأنهم هما مهددات فيه الإطار الحميمي إذن هذي يستوجب المعالجة ويستوجب الوقوف ويستوجب خاصة إيجاد الآليات إلى آليات الحماية والابريفنسيون قبل ما تصير الكارثة الدور الجمعيات النسوية اليوم مهم ومهم جدا جوهري في اللي أنه هو اللي يدفع وأنه الموبيليزازيون اللي صارت بالنسبة للملف رفقة كان مهم جدا مهم جدا ساعة دابور معناتها في السوليداريته مع العائلة لأنه إحنا أنا تندانسة أوبليي العائلة معناتها المصررة والعائلة الكبيرة اللي رفقة المرحومة وأنه هذي حضور الجمعيات كان سند ليهم أولا وثانيا على فكرة وأنه في أول جلسة في الطور الابتدائي كان فما عديد الشابات اللي كانوا حاضرين في الديناميكية النسوية ورفعوا شعارات وكانوا غيال ما معناتها متحمسات اللي أنا كانت معناتها هذت الرأي العام رأوا ملف المرحومة رفقة الشيرني أنه توجه وذي ورقة من ورقات الملف اللي موجودة حاليا في الملف رفقة وأنه المتهم كان رفض هذه المساندة وكتب مراسلة لرئيس الدائرة بش يقولوا أنه جمعيات هذية راهي قاعدة جيش ضد القضاء وراهي معناتها دورها دور سلبي وأنهم يحبوا يأثوا على القضاء هو بالعكس دور الجمعيات هو دور أساسي في مناهضة العنف وفي التصدي لهذه الممارسات العنيفة والمجرمة بالقانون على فكرة أنه تم تعقيب الحكم هذية بالنسبة للأطراف الكل المشوار مازال متواصل فما عديد النقاط القانونية اللي ترحت في الملف هذية لأسباب متعدة المهم أنه اليوم محكمة التعقيب تعطي رأيها في الموضوع في نقاط القانونية اللي تم الدفع بها في الطور الابتدائي والطور الاستئنافي وأعتقد أنه سنك جستيس بالنسبة رفقة حتى لن تتكرر مثل هذه الجرائم وأنه ناخذ حذرنا على جميع المستويات معناتها لكل مسؤولين الأمن مسؤول القضاء مسؤول الدفاع مسؤول دونك الكلنا لازمنا يكونوا واعين وأنه قضية رفقة الشعريني وعنا ما زال ملفات أخرى في جرائم القتل باعتباره وأنه راو الجرائم طوى من العامنا والاثنين معناتها نجم ونقوله أنه أنا أتن لسنكانت فيكتيم في مينيسيد وأنه يتم معالجتها المعالجة القانونية الصحيحة وما تتكررش معناتها أخطاء في تقييمنا وفي الإحالات اللي ربما بش نواجهوها في ملفات أخرى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة